انت مين فقرة سبت بالبرنامج نستضيف فيها امرأة أثبتت أنها قادرة للوصول إلى هدفها بصير نرحب بامرأة لبنانية نجحت بمجال الصحة دكتور ماريه عواد مارون أهلا وسهلا فيك شكرا على الاستضافة جوال دكتور مارون انت تخصصت طبيبة بجامعة الأديس يوسف ثم رحت على فرنسا وتخصصت أيضا بمجال التخدير والعناية الفائقة بجامعة كلود بيرنار وتال ديو بليون فرنس بالإضافة إلى الجامعة الأمريكية ببيروت بعد حوالي عشرين سنة من مسيرتك انت اليوم رئيس قسم التخدير بالمركز الطبي بالجامعة الأمريكية ببيروت طريقك كانت طويلة وشائقة انت اليوم بين الطب الأكاديمي والطب السريرة يلي بتمرسيك اليوم كيف قادرة تخلق هالتوازن وتضلك على اطلاع وتعملي بحوث وتقدر تخلق كل هالتوازن حدك هلا هي بالفعل الشغلتين متكاملتين ما فيك تكوني انت بالشق الأكاديمي وتنسي الطب السريرة لأنهم بيكملوا بعضهم حتى البحوث اللي بديك تعمليها بديك تعمليها انطلاقا من ممارستك اليومية بمجال الطب كيف تقدر تخلق هالتوازن أو بتلقي هالوقت الكافي لحتى تقدر تعملي بحوث هلأ منحكي عملي أكتر من 80 بحث ونشرتيهم يعني بمجالات عالمية ودولية خبرينا يعني عملي أفتكر أهم شغلة بقدر أولى هي التنظيم يعني بدي يكون عندك مثل إدراع على أنه تنظم حياتك تكون كتير قوية وتركز على الأولويات كل يوم وتنظم الأولويات بشكل أنه كل شغلة تاخد وقتها بالوقت المناسب ماري شو تحديات يلي واجهتك بعملك خاصة؟ واحدة من التحديات هي التنظيم أنه تلاقي وقت لكل شي وتضلك زين تضلك مرتاحة طبعا إيه مرتاحة وما تخلي السترس يكون أو كتير عليك يسيطر على حياتك تحديات التانية هي المجال بحد ذاته يلي منه مجال هين يلي بالنهاية بده كتير مسابرة ومواظبة وعمل دايم يعني مش أنه فيك تقولي وصدرت ووقفت مثل كأنه طريق بتظل مكفية على طول على الأحسن وإلا بتحسي حالك رجعت إلى وراء نعم كيف واحد بيترأى وبيقدر يوصل يصير رئيس قسم يعني تخدير بالجامعة الأمريكية ما بتصور أنه توصل تصير رئيس قسم هو لازم يكون أو بالنسبة لألي كان هدف بحد ذاته بالنهاية يلي صار ويلي كتير مهم أنه أنا بحس حالي شخص ما وقف يشتغل ولا لحظة ووقت الظرف كان موقاتي كنت حضرة ما في شيء اسمه حظ بمجالنا في أنه أنت حضور وفرص بتتأمن لك وبفتكر دلك مستوع به هالشيء يومياً بأثر وبساعد كتير لأنه هي كلها قصة عمل متواصل للحقيقة بيتراكم شوي وشوي شوي وشوي ما بتحسي وين صرته إلا بس ترجع تتطلع إلى وراء بتلاقي أنه عن جدة عملت كتير إشياء بس يومياً ما بتكون حاسة أنت أنه عم تبنيون هيك حجرة وحجرة يوم ويوم شغلي وشغلي عندي كثلث شباب ستة وعشرين وواحدة وعشرين وسبعة عشر سنة خبرينا كيف ينظروا لأمهم أنا علاقة كتير حلوة أنا مع الولاد يعني بحس أنه بالنسبة لألون رول موضل بيحبوا يكونوا مثلهم طيب دكتور عواد اليوم دور الشريك كتير مهم أدي لعب دور هالشيء بحياتك المهنية دعم الشريك لألك أنا حظة كان أنه عندي كان الدعم الأساسي بحياتي شريكي لأنه شريكي هو شخص دايما بيقول أنه المرأة لما تعمل الشغلة تعملها أحسن من الرجل بعدة أمور عندها شجاعة أوقات أكتر عندها صبر وبيأمن كتير بإدرة المرأة على أنه تتخطى الظروف الصعبة وتوصل لمحل مبدا دكتور عواد بالجامعة الأمريكية شغلت منصب نائب الرئيس لشؤون الأكاديمية ومديرة برامج تدريب بالتخدير وأيضا خدمت كمدير لقسم تخدير الأطفال ومديرة قسم الألم الحاد وكنت عضو بفريق تخدير القلب للأطفال والكبار بالإضافة إلا أنك كمان عضو بفريق إدارة الألم أنت أيضا عضو بالجامعة الأمريكية في بيروت بمجلس مراجعة الأبحاث للتصديق علي والتأكيد أنه ما بتتعارض مع المبادئ الأخلاقية كيف برأيك بينظر الرأي العام للمرأة اللبنانية الطبيبة بالإجمال بلاقي أنه نظرة نظرة الناس أتليست هلأ بإيامنا متساوية بين الرجل والمرأة بمجال الطب شو نصيحة اللي بتعطيها لفتاة حابة تعمل طبيبة شو بتقولي لها خاصة مع العلم أنه هيدا مسيرة طويلة يعني على الأقل في 11 سنة قبل التخصص مزبوط مزبوط شو بتنصحيها؟ بمجال الطب وبغير مجالات بنصح أنا كل فتاة تلحق حلمها يعني ما بتصور أنه لازم يكون فيه عوامل داخلية أو خارجية توقفها عن تحقيق الحلم اللي هي بتلاقي حالة لازم تعمله بحياتها نعم هل أنت حققت حلمك من خلال الطب؟ ايه أكيد حاسة أنه حققت هالحلم اللي كان عندك؟ أكيد أنه تحدي كبير كان وبنبسط باللي حققته أكيد كنت بمؤتمر بأمريكا اللي علاقة بالمرأة وبعدك واصلة فيه شي رسالة بتحبي توصليها؟ بهذا المؤتمر كان الحديث على دور المرأة بالطب الأكاديمي كل العوائق وكل الأشياء اللي ممكن تساعدك وتسهلك يعني كان فيه مثل وديسكوشن على الموضوع وأنا الرسالة اللي بحب وجهها من بعد ما يعني كتير فكرت بالموضوع واشتغلت وعملت حتى هي دعوة بدأ المرأة اللبنانية أنه تآمن بأدراتها لأنه بفتكر أدراتها كتير كبيرة وبقدر توصلها لمحال هي ما بتعرف أنه بتقدر توصل عليه عظيم دكتور ماري عواد مارون بدي أشكريك على وجودك معنا وأنا كمان بدي أشكريك على استضافتك وبدي أشكر كل اللي كانوا حدي بمسيرتي إدارة الجامعة اللي هي كمان إدارة مؤمنة جدا بقدرة النساء بدور ريادة بكل شي شكرا شكرا لأليك بدي أنتقل لديوفي لحتى أسألهم عن قصة التحدي اللي سمعناها مريم شو رأيك بشخصية دكتور ماري عواد وقدي برأيك نحن بحاجة إلى انخراط المرأة بسوق العمل بلبنان يعني بدي أرجع أقول لدكتورة ماري هي أرزي من أرزات لبنان اللي قلبنا بيكبر فيه ولكن بتردني بالذكرى لطفولتي أنا هي كان متحلة أنها تكون بمدارس خاصة وبجامعات خاصة وتخرجت من جامعات من خارج لبنان بالوقت اللي نحن بالكاد كانت مدرستنا الرسمية هي خمس غرف جامعتنا أنجأ الجامعة اللي نحن هلأ عم نشجعها ما أطيح لأننا نتعلم لغات نظرا لسياسة الحرمان اللي كانت مفروضة على مناطقنا ولهاك يا أستاذ جربال قررنا أن ننخرط بحركة أمل اللي ساهمت برفع الحرمان عن مناطق كبيرة وصار عنا مدارس بمعدل مدرسة لكل قرية ولهاك نحن متمسكين بنهج الإمام موسى الصدر اللي هو كان حامل لواء حركة المحرومين أمل أما انخراط المرأة في سوق العمل أكيد هي إنسان متفاعل مع المجتمع ولازم تكون امرأة منتجة ما تكون عبئة على غيرها لأن الاستقلالية الاقتصادية تمنعها أو بتحررها من كتير من القيود لأن التبعية الاقتصادية هي اللي بتخلي المرأة دابعة للرجل وتابعة لمقررات الرجل وبالتالي يحرمها من كتير من المشاركة من فرص المشاركة باستناعة القرار سواء بالبيت أو بمجلس النيابة أو بالوزارة جيلبير بدي انتقل لك شو رأيك بمسيرة دكتور ماريا عواد حبيت شيء قالته كان ملفت قال أنا كل يوم الصبح بعمل جهد وبعيش على أساس أنه رح أعمل أحسن شيء بقدر ويمكن شيء يوم الفرصة تتأمن لي حسيت أنه عطيتنا رسالة أنه واحد فيه يعمل كل شيء من قلبه ومن روحه ومن بحماسه وعلى أمل أنه بيوم لأيام هذا الشيء يثمر بأنه واحد ينجح حبيت توضعها حبيت مثابرتها حبيت قدرتها على أنه تدير حياتها المهنية والأكاديمية والعائلية بعتقد هذا النموذج بيأخذ عقل للمرأة باللبنان للنساء باللبنان وبعتقد أنه المرأة عندها قدرة يمكن بسبب لأنه تاريخيا ما نعطيت نفس الفرصة لنعطيه الرجال في جهة بتعمله إضافة بشغلة بعطفتها بعلاقاتها بمثابرتها ومنشان هيك يمكن المرأة اليوم عم تسبع الرجال بكتير ميادين بالقطاع الخاص وبالطب وبالتعليم وبمجالات مختلفة شكراً لألك منروح مع بريك ومنرجع شو بتعملي إذا بنتك خبرتك أنه تعرضت لتحرر الجنسي بقتله ليه منك بحزب سياسي؟ أنا بدي أكون بحزب حزب عنده مشوع سياسي فيه ديمقراطية داخلية والقيادة تابعه منه فاسده اشتركوا في القناة